والله يا بشر لو ما كسبش في موضش السنغل حدش يقدر يلومك يعني لو لعبنا كرة وحشة قوي قدام السنغل الرايح جاي واتغلبنا خلاص ومفيش حاجة معطالات سهلة في الكرة بس الرهان على الفشل أسهل بكتير بمعنى أن أنا ممكن أقولك كيروش ده ما عندوش فكرة فيقوم صعقة كاس العالم فأقولك برضو ما عندوش فكرة فيقوم ووصل لدور الستاشر في كاس العالم فأقولك برضو ما عندوش فكر فيقوم مغلوب من في دور التمانية في كاس العالم فأقولك مش قولتلك اش قلت لك ما عندوش فكرة فهم كان يقدر يعمل احسن من كده لو كان حسن شعاته كان يعمل احسن من كده مثلا الله يمسيك بالخير يا جوزيء الله يمسيك بالخير يا بايلر موسيماني وحش او يا جماعة طيب هو بايلر هو اللي ماشي هو الاهلي مماشاش بايلر بمزاجه ما تحسسنيش انه غلطة الادارة هو بايلر هو اللي ماشي فعني تمان وكل مدرب مش هينفع يبقى اسير نجاحات سابقه تحديدا اذا كان سابقه اللي هو ريني بايلر كان عندو مرحلة سيئة يعني اللي هي ما بعده كورونا لان مفيش مدرب كامل وانا مشفق مثلا على اللي شايف المدرب لازم ياخد كل القرارات الصح لان هو بيبقى شايف الصح من وجهة نظر ومش من وجهة نظر المدرب لي وجهة نظرك هو مستحيل يمشي ورنمية مليون ويجمع وجهات نظرهم وينفزها كلها وينفز ومستحيل يعمل الصح طول الوقت لان هو في الاول في الاخر هو مش هو بني ادم ومش مدرب خرافي وحتى المدربين الخرافيين في الكورة زي باب جورديولا مخصرين ستين هائي دوري ابطال اوروبا لما لعب من غير العيب ارتكاز ففي الاخر رفقا قليلا ترجمة نانسي قنقر